الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نزه نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن معجزة الإسراء فقال الحق سبحانه سبحان الذي أسرى بعبديه ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله فبدأ هذه الصورة المكية بمقام التنزيه سبحان وختمها بمقام الحبد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فهي ما بين تنزيه وما بين حمد من أجل أن نتناول معجزة الإسراء في صورة الإسراء بهذين المقامين الذين يعلمان العبد كيف يتعامل مع ما اختاره الله عز وجل أن يعجز به عقول عباده هذه المعجزة التي خرق الله تعالى فيها نظام الكون بما لا يستطيعه أي مخلوق ولا يستطيعه إلا خالق هذا الكون باعتباره سبحانه وتعالى من وضع قوانينه فالمعجزة الممكنة بالعقل الغير المألوفة بالعادة هي معجزة الإسراء التي ذكرت في مطلع هذه الصورة الكريمة ولا يمكن أن نتناول هذه المعجزة إلا ونحن نتعاطى لقضايا وقواعد العلوم الأخرى التي تساعد عقل الإنسان أن يتقبل وأن يحلل وأن يصل بنفسه إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى كقاعدة نظام الفاعلية مثلا الأسباب لا تقود إلى النتائج إلا بمشيئة الله تعالى أو قاعدة نظام الثبات لهو تلازم الأسباب مع النتائج فلا فوضى ولا عبثية وإنما هي حكمة ربانية ونظام السببي الذي هو تلازم شيئين اثنين حدوثا وانعذاما أحدهما قبل الآخر بهذه القواعد وبتعريف المعجزة ذاك يمكن أن نطرق باب الإسراء والمعراش الذي كانت الحكمة منه كما قال الله عز وجل فيما دل دلالة قطعية في القرآن الكريم على معجزة الإسراء لنريه من آياتنا فسبحان الذي أسرى اسم مصدر على التسبيح أي التنزيه هذا إخبار سيأتي بعد يتجاوز حدود العقل فلا يخضع لقوانين الإنسان ولا إلى حدود المكان ولا إلى إسقاطات الزمان إنما هو إعجاز لهذا الإنسان فإما أن تؤمن وإما أن لا تؤمن أسرع الإسراء هو سير بليل بهذا العبد الذي يجمع بين الروح والجسد لأن العبادة لا يمكن أن تكون إلا بهما معا بجسده وروحه يقظة لا مناما من مكان الانطلاق في هذه الرحلة المسجد الحرام إلى نقطة الوصول للمسجد الأقصى بالمدينة المقدسة بعدها جاء المعراش هذا الذي أسري به كما قال أحمد شوقي يا أيها المسر به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء بعبده أعلى مقامات الصلة مع الله عندما يحقق المرء مقام العبودية لله عز وجل فهو تقرير لصفة العبودية ليدل مرة أخرى على أن المصر به بالروح وبالجسد ولهذا خرقت العادات ليصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أشرف المقامات بعدما تعرض لهذه المحن بحكم قال الله تعالى فيها لنريه بدل لنريهم ليدلنا على أن الإسراء كانت كريما لشخصه صلى الله عليه وسلم لا لغيره لنريه من آياتنا هذه الآيات التي ارتقى بها محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان صديق وإيمان شهودي من علم يقين إخباري إلى حق يقين شهودي إلى عين يقين اللي هو يقين المعاينة فارتقى إيمانه صلى الله عليه وسلم إلى ما رآه ولهذا إخوة الكرام كانت الإسراء تتويجا لهذا الدعاء الذي زلزل الأرض والسماوات اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إلى آخر ذلك من ما جاء في هذه المعجزة وأما المعراج فبإشارة ظنية في صورة النجم قال الله تعالى في الآيات والنجم إذا هوى أفتمارونه على ما يرى إنما هو يرى بعينه أن الذي يراه حق والكلام فيه يطول ولهذا قال الله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه إخبارات ربانية يقينية اختبارا لإيمان العبد وتصديقه لهذا الوحي ولهذا كانت ضيافة في حقه صلى الله عليه وسلم وتكريما وجديدا للعهد حيث جعلها الله عز وجل نهاية عهد قديم ألام بداية عهد جديد أمال فبنيت هذه الدولة بعد معجزة الإصراء وجاءت في ظل المحن لتكون له ضربا من التكريم والإيناس هذا والحمد لله رب العالمين ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هس براس ترجمة نانسي قنقر